وهي دردشة ومشينا لأ إذا حيطلع فيه أشياء يجب علينا متابعتها والعمل عليها إن شاء الله لازم نشتغل عليها ونتابع عليها هذا كان شرط الدكتور هاني بس بس أنه والله يشتغلنا وبعدين يا ابني بس نعم تمام فهذا تقريبا ورشتنا بهذا الشكل كل محور عنده 25 دقيق للنقاش تثر النقاش بخبراتكم بعلاقاتكم بما أنتم متشاهدونه في الميدان بعدين كل طاولة بدنا منها شخص يطلع ويعطينا زبدة ماذا طلع معكم بعد إذنكم تمام هل في أي أسئلة أي استفسارات حابين تضيفوا شيء علينا الله يزيكم الخير أترك المجال للدكتور هاني ألبنا طيب الحمد لله والسلسة والسول الله طبعا أنا سعيد إن أنا معاكم ومش الأكثر من السعادة إيه غبطة بهجة انبعاجة انشكاح ده يبقى سكران يبقى واخد حاجة واخد أرس ولا واخد أرس ولا قرش القرش يعني حشيش القرش يعني بلبوع خبرة خبرة في إيه في القرش ولا في القرش المهم أنا سعيد جدا 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 ولما فادي قال لي تعالى قلت حاجة ولما كانش قال لي تعالى كنت أنا حاجة حتى لما كانش في حد موجود فده كنت أنا سمعت قصة من أحد المؤسسين أو الذين ديرونا مؤسسة كبيرة جدا في باكستان كلمة كلمته مش كلمتي أنا بس دي مقدمة يعني اللي هو كتب فيها الرسالة بتاعته هي العشق والعلم والعمل هو أحد الإخوة المتصوفين يعني واحسبوا أن الناس الجاهدين لقبلوا بلاء حسنا العشق يعني إيه؟ يعني أنت تعشق العمل الذي تريد أن تقوم به تحبه تحب ما تعمل لتعمل ما تحبه العلم لابد يكون هو المحور اللي على أساسه هيكون في عمل عمل من غير علم بيؤدي إلى فساد فساد كان يكون في المال كان يكون في الحقوق كان يكون في الأجوبات كان في حاجات كثيرة جدا فعملنا أنا بكرر ما قاله أخونا قاضي أعظم من قاضي عظمة من باكستان عشق وعلم وعمل دي القاعدة الأولى القاعدة التانية عملنا لابد أن نسترجع فيه نقطة واحدة نحن بنعمل من أجل اليتيم من أجل الأرملة من أجل المسكين فلأنه زايد وجهويتنا مش هتنفعنا في الجنة وفي النار وجماعتنا مش هتنفعنا لفي الجنة ولا في النار وعلاقتنا مش هتنفعنا ولا في الجنة ولا في النار ومركزنا مش هينفعنا اللي هينفعنا في قصة كده للسيد ابراهيم ابن أدهم رضي الله عنه من التابعين انه كان شرطي مسؤول عن الشرطة في بغداد او حاجة دايك وكان قوي كان كثير السكر وكان ليه بنت جميلة صغيرة جدا وكأن الله سبحانه وتعالى خلقها بهذا الجمال ليعشقها كلما كان ابراهيم ابن أدهم رحمة الله عليه يمزق كأس الخمر تزوق منه والبنت كان عندها سنتين او ثلاث سنين سنتين او ثلاث سنين دي قصة حقيقية الى ان ماتت البنت فجأة فبكى عليها وحزن عليها حزنا شديدا ولم يكن يعرف رسالة الله سبحانه وتعالى اليه من خلال انها بتدفع الخمر عنه ورأى في المنام انه على هاوية جهنم على حفة جهنم وقاتت يد تمسكه وتنقذه من نار جهنم يعني اسمه ايه تسحبه وإذا هي بنته لماتتها السنوات فمن ساعتها بطل الخمر وبطل كذا 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 واصبح التابعي الجليل ابراهيم ابن ادم هذه البنت اللي عندك يا احمد هي اللي حد دخلنا الجنة لا جماعة ولا حزب ولا عيلة ولا فلوس ولا جاه ولا سلطان لان دول بيقسمونا لانه يفهمنا حتى العمل الجماعي غلط وكأن العمل الحزبي والعمل الجمعي ده يعتبر هو الوطن لا يمكن حيكون الوطن هو جذء من الوطن دي بس كانت المقدمة نرجع لأصل عملنا وأصل من ينفقوننا أموالهم عليها اللي هم مين اللي هم الأيتام من يدفع عليه الراتبي أنا بقول لي السلوانة دي وسلوانة مشروخة بالنسبة لي بقالها سليم بقولها هو اليتيم اللي بتفعلها الراتبي هي الأرملة هي الأخت السجينة اللي بتغتصب كل يوم ومرة واثنين وثلاثة هو الرجل اللي قعد تحت شكل الزيتون هو أولاده هي العائلة تردت من بيتها في خان يونس في فلسطين دول اللي بتفعول الراتب بتاعي دول هم هم دول اللي أنا أخدمهم مش أتكلم عنهم عمل إنساني من غير رسالة مش عمل إنساني عمل إنساني يخش فيه شمشارجية وشربطلية ومنتفعين بينهم من ربنا سبحانه وتعالى كما حدا كان أحكا ساعدوا سيئيه لبرايم بن أدهم يعني دخل في العمل الإنساني كلها ليه شخصيات الشخصيات المنتفعة الشخصيات الذات الوجاهة الشخصيات الذات مقارب سياسية الشخصيات التي ليس لها أي علاقة بالعمل الإنساني فإن أردت أن تدخل الجنة فاعرف أن الناس الذي سيدخلك الجنة هي الطفلة اللي احنا بنتكلم عنها هدلوقتي في كل محفل عشان نجمع بها فلوس بس بنصرفها على نفسنا بجمع الصفة عليه هي استشعار إن الرجل الذي يجلس مع أولاده تحت شجر الزيتون وخارج من القصف في إدلب وأنا بجمع له فلوس هو صاحب المال وأنا قاعد هنا هو بيته تحت شجرة وأنا بيتي فيه تكييف وفيه كذا وفيه كذا لازم نستشعر هذا الأمر لازم تزف ألف ورشة عمل وتزف ألف لقاء وألف مؤتمر اللي لما أكن أعلم أن هذه الأسرة التي تعيش في العراء وإحنا في الخريف دلوقتي والشتاء قارس في المنطقة إدوك الله كيف سيعيشون وكيف سيتألمون وكيف سيحلمون وكيف سيستمرون محافظين على قيامهم وثقافتهم وعقيدتهم ده الاستشعار الأول بلا جمعيات بلا اتتحادات بلا وجع ألف بلا انتفاخات نفاخنا لما ورمنا نفسنا نفاخنا لما ورمنا نفسنا وإحنا لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء والذي جعلني أن أقف أمامكم هم الفقراء هم اللي جعلوا مني حيثية هم اللي جعلوا مني شخصية هم اللي جعلوا مني بني آدم يستطيع أن يتحدث لكن أنا لا شيء أنا صفر وأقل من صفر وكما قلنا سيدنا البقرة يقول والله لو أددت أن أأكلها اسمها بعرة مش بعرة البعير اللي هي بتاع الزبل بتاع الخراف حتى لا يحاسبني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ده سيدنا أو بكر لو أحد العشرة المبشرين بتجان إحنا مين إحنا إحنا فنكوش منفخين بحبة إيه آيات حفظناها وحبة أحاديث حفظناها وحبة مش عارف إيه وحبة فلوس فلوس مش فلوسي مؤسسة مش مؤسستي أنا ليه فقط عملي وليه فقط نيتي حقف قدام الله الله سبحانه وتعالى بهذا العمل وهذه النية فهيا نحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه ها ونتذكر أهل اليمن شكلهم إيه وأهل سوريا اللي تحت الشجر الزيتون شكلهم إيه وأهل غزة شكلهم إيه وأهل الروهنجة شكلهم إيه وأهل اليجور شكلهم إيه هم مليون في السجون وهكذا في كل مكان في العالم قبل أن نتحدث عن عمل إنساني وأننا أبدعنا الذي يبدع هو الذي ينقذ الذي يبدع هو الذي يعطي الذي يبدع هو الذي ينقذ خبرة الذي يبدع هو الذي يستطيع أن يتكيف مع المجتمع ومع التغيرات وأن يتنازل عن جزء من شخصيته الاعتبارية من أجل المجتمع لكن نحن لا نريد أن نتنازل عن شخصيته المجتمعية ولا جزء منها ولا ربعها ونعبد استخفضا العظيم ونقدس استخفضا العظيم الشعار لا قدسية إلا الله سبحانه وتعالى ولا عبادة إلا الله سبحانه وتعالى السؤال الأول لطلعه علي يا فادي 8 سنوات على الأزمة السورية إحنا فين دلوقتي منها أين نحن أنتو مش أفارقها أنا لسه جاي من تشاد تعليم في تشاد مش زي تعليم في سوريا والعربية في تشاد مش زي العربية في سوديا والتاريخ في تشاد مش زي التاريخ في سوريا أين نحن يا أبناء العلم وأبناء العربية وأبناء الحضارة وأبناء كذا وأبناء كذا وأبناء كذا وأبناء كذا هنحاضر ونتفلسف ولا هنشتغل هنحاضر أنا بنقولك كلام نحن قلناها قبل كده من سنين لكن هي العملية إنها الحالقة فسادات البين لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين ليه ليه نخسر تجنة ونخسر الأخرة بدراهم معدودة أو بصورة محروقة نيجاتف محروق أو بمنصة مش حتدخلني الجنة لماذا لماذا تمان سنين دلوقتي أصبح أصبح فرد عين علينا إن نتنازل عن جزء من شخصياتنا الاعتبارية لأن نحن نتحدث عن الفقراء والمساكين والأرامل واليتامة وكل هؤلاء الناس لن أستطيع أن أتحدث عنهم وأنا وأنا وأنت يعني لا يستطيع أن يتنازل في أمثلة كثيرة جداً وعند الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم من أجل المجتمع ومن أجل الوطن اللي أما كانوا بيحاولوا يبني الأمة من خلاله عايدين نروح فين بعد ثمان سنين عندنا رؤية عندنا استراتيجية عندنا خطة عندنا مرجعية عندنا من يحاسبنا ولا أمي يا جداً أنت عامل كذا وأمي يا جداً أنت عامل كذا وأصلاً ما نحكلمني مبارح عملت كذا طيب بكر أنا فين أنا فين شخصيتي فين قيمي فين أخلاقي جزء من الخلق الكريم أنك تقول لا 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 جزء من الأخلاق بتاعتنا نستطيع أن نقول نعم حينما يكون فيها مصلحة للمجتمع ونستطيع أن نقول لا حينما لا يكون فيها مصلحة للمجتمع ننزل للمجتمع لأنه أهم من الجمعية الجمعية اللي لها أنها وسيلة من الوسائل التي توصل خيرات أبناء المجتمعات الأخرى لكي نبني بها مجتمعاتنا نبني بها مؤسساتنا أو أشخاصنا أو جمعتنا أو حزبنا دي النقطة الأعونية أين نحن وإلى أين سنصبح ونكون ونابد بعد سبع سنين أو خمس سنين أو ست سنين أو أربع سنين خبرة في العمل وأنتوا أنجزتوا أنتوا أكتر أكتر شعب أنجز في فصل هذه الظروف لكن مش أدين مش أدين نتغلب على الأن أنا وتقديس الشعار وتقديس الشخصية وتقديس المؤسسة وده يكون الحالقة يعني ننجز ثم نهدم ليه؟ لأنها أن أنا شفتها دي تبني أبدك وتتعب وتطعب وفي الآخر حاجة بسيطة جدا تقوم هدم الهيكل وتهدم هذا الصرح العظيم اللي أنتوا بنتوه أنتوا عملتوا إنجازات وعملتوا أشياء معجزة لكن بنهدمها بالتقديس اللي احنا بنعمله للأشياء اللي احنا بنعمله دي المرة واحد في تغييرات كتيرا جدا حصلة في المنطقة من منا يعي وسيطيع أن يتعامل مع مثل هذه التغييرات سواء كانت داخل تركيا أو في الإقليم أو على المستوى الدولي أو حتى على مستوى الجمعيات المانحة بالنسبة لنا فيه صحة ولا من منا عنده رؤية والكلام ده تقال من سنين لكن ما زالنا احنا مش عيب الواحد يقوله مرة واثنين أنا بمس النفسي أنا بقوله على الملأ أنا أحب الحمار أنا أحب إيه الأغنية بتقول إيه بحبك إيه هاي ومين المثقف ده مش مثقف اللي مش مثقف دقاء الجنب يعمل إيه ده شلوه تعال يا مثقف أنت بتحب الحمير أنت الحمار بيقعد يعمل العملية مئة مرة أنا 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 بتمنى أن أنا أستطيع أن أنا أكون جلد وصبور كالحمار صبعاً ربنا كرمني عن الحمار لأننا ابن آدم والحمار ابن حمار مش ابن بغل أخبرك فلابد يكون شغلنا من أجل إرضاء ربنا من خلال من يشفعون لنا أمام الله صحونا وتعالى وهم من وهو للطفل اليتيم لذي بنت إبراهيم بن أدهم كلمنا عنها تغيرات اللي حوالينا ما نعيش في قواقع ما نعيش في كانتونات نعيشين في مجتمعات مفتوحة والمجتمعات بتتغير كل يوم والدولة دي عليها دغط كبير جداً داخلي ودغط خارجي إحنا فين من كل هذه التغيرات اللي بتصيب المجتمع اللي هو اللي قوينا وينصرنا ووضعنا القانوني مع الحكومة المحلية سواء كان هنا أو في أي بلد تانية لابد يكون في أوضاع قانونية لابد يكون عندنا سياسات لابد يكون عندنا مرجعيات لابد يكون عندنا أطر لابد يكون عندنا محاسبات وميزانيات وخطط العملية مش عشوائية عمر العمل الإنساني ما كان عشوائية أبداً إن أردنا أن نتحدث عن أنفسنا أننا نبني مؤسسة فلن تبنى مؤسسة على العشوائية ولن تبنى مؤسسة على الهمجية ولن تبنى مؤسسة على الانفعالية أبداً أبداً وإن أنجازنا خطوة فسنفش ثلثة في خمسين خطوة ففين الحاجة اللي أنا فاكر وإحنا عندنا القدرة أهم قدرة عندكم القدرة العقلية أنتم ناس مثقفة وناس متعلمة وناس عندكم رسالة وناس عندكم روح وناس عندكم قيم وناس عندكم أخلاق فلابد نتحول كل هذه الأشياء إلى منهج عملي مؤسسي لخطوات محددة واضحة المعالم لها أثر على المجتمع إيجابي ولها هدف نسعى إلى تحقيقه من خلال وضع استراتيجية سواء كانت الاستراتيجية اللي حتحقق في عشرة سنوات أو خمس سنوات حط هدف الاستراتيجية يفوق ومن تحته حط الخطة اللي منتحتها بعمل المشاريع اللي منتحتها بيجيب المزانيات كأننا ببني هرم قمة الهدف بعديها الخطط اللي هو الاستراتيجية بعديها الخطط بعديها المشاريع بعديها المزانيات ما ينفعش وإحنا عايشين في بلده يعني تقريبا قريبا أقرب الدول العربية والإسلامية من الغرب ما يكونش عندنا خطط والاستراتيجيات خطط حقيقية مش خطط كده حطيناها كده عشان نحطها على محد ييجي بوس شوف الخطة بتاعت كده نفعت فيها خمس تلاف ولا عشر تلاف ولا عشر ولا خمسين ألف دولار وإن ما بعملش من حاجة قدراتنا على بناء قدرات أبنائنا في المؤسسة وابناء نا في المجتمع اللي احنا نشتغل فيه أحد مخرجات القمة الإنسانية في 2016 اللي هي التوتين التوتين توتين من؟ مش توتين الدولة توتين المحلة يعني هذا الشخص اللي في إدلب ولا في دير الزور ولا في حلب ولا كذا عيني على إنه يصبح مواطن صالح فاعل في المجتمع مش لإنه من قبلتي ولا من عشرتي ولا من الجماعة الفقهية اللي أنا تبع لها لأ لإنه مواطن ولإنه حيبني الوطن وأنا أساعده بما جاد الله بي علي من أمواله ليس من أموالي أنا ما المال إلا ما الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وما أنا إلا وسيط بين هؤلاء وبين الله والذي سيقف أمام الله أمامي هو محمد صلى الله عليه وسلم ها يا خالد عملت إيه في الحتة اللي انت خدت عليها مئة ألف دولار في إدلب واللي بدير الزور هتقدر تدفع عن نفسك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم من اليوم هتقدر تدلس ولا تدنس مفيش مشهد محكمة الله الرسول صلى الله عليه وسلم وخالد أمامه ليس خالد فقط كلنا واحد واحد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لعمل الإنسان لما ارتبطش بقيم وأخلاقيات بعمل ليس له قيمة ولا طعم ولا روح ولا نيبني مجتمعات بل سنخرج من خلال ناس أشباه البشر أشباه البشر والله أعلم ماذا سيكونون ونحن مسؤولون عنهم التشبيك أنا زي ما قلت والتنسيق أنا كنت في اسم كده كنت فين يا فادي أنت فادي لا أنت مش فادي فتشاد شكرا 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 خلاص مش عند خلقنا مش عند خلق جنة خلاص الحمد لله نعم نعم شاد بلد غنية بطريقة تخض وفقيرة بطريقة بشعة والقاسم المشترك الأعظم لكل الدول في أفريقيا الغنية هو الفساد الذي يسمح للسارق والناهب والمقتصب أن ياخذ من الدول دي زي ما هو عايز نجحنا في افتشاد يا شباب بعد ما عملنا أربع ورش عمل نجحنا في حد كده يقولي حاجة أنا نجحت وسعيد جدا أني نجحت في ما انتخفاء خالب بقى تشبيك تشبيك كويس ايه حد ثاني يقول تنمية حد من وراء يلا أحمد تورك توعي وتتخيف الناس نجحنا في يلا يا سابرين دقية دقية ها هيا دي بس فقط سواء كان مؤسسات دولية وانا حاسك الاسم مؤسسات دولية كان مجموعة على عشاء الغتر الإسلامية قطر الخيرية العاون المباشر الغتر الإسلامي العالمية الندوة العالمية الشرور الإسلامي نظمة الدعوة ومؤسسة محلية كان على عشاء بيت واحد من الشباب ده كان بسيط ده يعتبر خدوا التليفونات بعضك وبعض وتكلموا مع بعض أعودوا مع بعض أعملوا حوار كل شهر علشان ما تضيعوش مال الله اللي أنتو مؤمنون عليه أنا بشتغل في المنطقة دي تعمل إيه؟ أنسخ معاك ما تلغيش شخصيتك يا سيدي إيه وعا تلغي شخصيتك؟ بس صعب معايا اشرب كبات شاي وقل لي أنا بعمل إيه؟ عشان أنت ما تعملوش قل لي أنا مش هعمل إيه؟ عشان أنت عملته وفشلت فيه ده أول نجاح تاني نجاح نفس الموضوع من ورسة الأولينية حولناها لمجموعة واتساب تخيلوا أنا جاي فرحان جاي إيه؟ بعد الفرح في إيه؟ السعادة السعادة بعد السعادة في حاجة على؟ حبور 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 من غير نقطة أخبرك جاي سعيد جدا إن فيه تلاتين شخصية ها؟ بدأوا يتكلموا مع بعض من الجامعات المحلية باللغة العربية إنه هنا في لغتين أساسيتين هناك لغة عربية ولغة فرنسية العربية لأخذناك في القرن السادس في حد يامني هنا؟ شكلك يامني أنت حتستخبى مني؟ وإنت توزنهم كلهم الحكمة الحكمة يامنية والإيمان يامني والفق يامني ما قالش الحكمة سورية ولا الحكمة فلسطينية والحكمة مصرية الحكمة إيه؟ اللهم بأني الشامنة وإيمان يا عم أنا بقول على رسولت تاني لأنا عايزنا على رسولت تاني لما سد مقرب بتهد في آخر القرن السادس الميلادي خرج اليمنيين متشرف كل حتة في العنف وقت جزء منهم راح على فين؟ على أثيوبيا ومن أثيوبيا على جنوب السودان أو مش عارف السودان ومن السودان على جنوب مصر من جنوب مصر على تشاد ده كونوا حاجة اسمها الدولة الايه؟ السيفية لأسست للغة العربية هناك فالغة العربية دخلت قبل الإسلام الإسلام جيه في القرن السابع الهجري إيه؟ إنت جيبني من آخر الدولة ما تقولي دقتين؟ طب خلص أنا قلت ناس لنقطة واحدة نهو بالك وأصبح الإسلام داخل في تشاد مع زملاء عقبة بن نافع رضي الله عنه لما كانوا يفتحوا أفريقيا لها تونس في الشمال ده بالنسبة لتشاد النجاح التالت إنه اتفقنا إنهم يعملوا واسع أفجروب بإيه؟ بالفرنساوي عمل واسع أفجروب بالفرنساوي يبقى في عمال ده ده النجاح ده يا جماعة نجاح لأن ده الخطوة الأولى خطوة الأولى إنك تزورني في البيت وزورك في البيت قلة المال ومن زمان قلنا هيشح المال فإما قلة المال بنعالجه بتنوع مصادر الدخل اللي إحنا نكلفها من زمان يا جماعة افتحه في أماكن أخرى اعتمد عن المتبرعين الآخرين أو نندمج أو نندمج نقلل مسائف الأدارية بإن المجامعية تانية عما نندمجوش بس يقعدوا في مكتب واحد بل ما نأجر شقةين نأجر شقة واحدة لو عايزين تندمجوه نندمجوه بس اللي عايزة بقى رئيس بقى نقول له والله اللي مش حيبقى رئيس حيخش الجنة وله حيبقى رئيس حيخش حتة تانية فكل حيقري عشنا عايزة نخش الجنة لا والله كتير رئيس حيقلك رئيس هلأ بعدين خليه على الله خليه على الله ودي نقطة ثانية رب بلدك فاللي حنا نتكلم عنه دلوقتي نحن لا نتحدث عن جمعيتنا ولا عن ذاتنا ولا عن فقهيتنا نحن نتحدث عن صاحب المال الحقيقي اللي هو سلامحنا موجود النهاردة في التحاد رعاية الأيتام جزاهم الله خير اليتيم يا سيدي اليتيم واحد بس صاحب المال صاحب المال اه اليتيم صح صاحب المال اليتيم انا كده انا كده فاحنا عايز ذكر بعد كده يعني انا كده خلصت عريبا ماذا بعد يعني احنا في المنتدر الإنساني عملنا فلسفة جديدة ما بنخلصش مؤتمر إلا ما نقول بعد كده ماذا بعد يعني احنا عندنا مؤتمر هنا 15-16 أكتوبر اللي عايز يشترك فيه من الجمعيات اللي حي يقدم لأنه نص الأماكن تاخدت خلاص نص قدامنا خمس أسابيع الربط عند فادي اللي بقى بعطلهم كلهم يا أخ فادي اللي عايز فيه خمس محاور أحدهم محور إعلامي بتديره الجزيرة خلاص بس لازم اللي يخش فيه يكون رئيس خسم الإعلام وما ينفعش يخش فيه واحد وهو يكون يحضر حتى هنا وحتى هنا فكل محور لازم يخش فيه شخص ده بس بالنسبة لنا عندك هنا الشهر الجاي أنا كده خلاصت وجزاكم الله خير وأنا أنتو أعطيتوني شحنة ستجعلني أقف هنا إلى غدا أو بعد غد أو للسنة القادمة ليه؟ لأن أنا 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 أتحك عليكم بس عشان أخذ تعال يا فادي عشان أخلص كنا أنا جاي باخد شعاع من كل واحد منكم عشان أحطه في قلبي وشعع بيه وحطلع أنا أي مشعشع مشعع هطلع ساموني بعد كده هاني يورانيوم ولا هاني كوبلت ولا هاني ايه تاني في الحجار المشعع اسمها إيه؟ بلاتينيوم أي حاج من دول يلا خلاص فأنا عب باخده شافة بعبي مش كده يا حمده مش كده يا حمده اتنين حمده ما ننفعش أعود جنب بعض هل يلا يا فادي شكرا جزيلا أنا 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 بفري بقى شكرا جزيلا الدكتور الدكتور موجود معنا بقي لآخر الليلة الليلة اللي حابب يحكي معي يسأل يستفسر كذا موجودين تمام الفكرة الآن أنه كل محور أعطيناكم له نصف ورقة مش ورقة كاملة نصف ورقة فلو سمحتوا يعني النقاش أي دول النقاش ولكن حطوا لنا أشياء على الورقة لأن الورقة واحد حيطلع من عندكم يعني يطرحها لبقية المجموعات اللي هي موجودة الهدف منها أنه نستفيد من بعضنا اليوم ونطلع بأشياء يعني المنتدى الإنساني عمل مؤتمره في 2017 في لندن وبعدين بعد المؤتمر اشتغل كثير شغلات من بعدها عن الأشياء اللي طلعت بالمؤتمر ناس ما سمعت فيها الآن المؤتمر اللي هيصير في شهر الجاي في اسطنبول من الآن المنتدى الإنساني فكر أنه ماذا سنفعل فيما بعد هذا المؤتمر فمبدئيا نحن شركاء على فكرة كاتحاد شركاء رئيسيين في المؤتمر فعنا شغل مع المنتدى من الآن لمنتصف 2021 تمام؟ الشاهد بالمسألة اللي أنا أريد أقوله أنه نحن اليوم جايين صح نشرب شاي ونشرب قهوة ولكن نريد نطلع بأشياء وتقوله يا جماعة الاتحاد ماذا يمكن أن نفعل في هذه الأشياء؟ نريد حلول نسعى أنه والله نشتغل سويا لأنه يكون شيء يفيد قطاع العمل اللي نحن عم نشغل فيه كلياتنا الآن في تركيا تمام؟ في شيء أي استفسار؟ عدم الاستفسار يعني قمة الوضوح أو لا وضوح؟ لا لا بسم الله ما شاء الله ده أنا عندك قمم في أخي أنا رفع صبعه عندي رأيين؟ انت وأنا كنت بس 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 لا 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 فيه عندي رأي بالمسألة إذا في شخصين من نفس المنظمة ما يعدوا على نفس الطاولة تمام؟ حتى يصير إثراء للمحقة الله يزيكم الخير ممكن أن نبدأ بـ كيف تتأسم كعدا؟